أول شيء يعني يحافزك على الخشوع في الصلاة أنك أنت تركز أن الصلاة هي أول شيء تحسب عليه يوم القيامة أول شيء ستحسب عليه وبعدين بتاتي الأشياء الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة إن عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسلت فقد خاب وخسل طيب فإن صلحت الصلاة أفلح الإنسان ونجحه بمعنى ذلك عندما يقوله رسول فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن فسدت فقد خاب وخسل ركز على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن فسدت يعني فسدت الصلاة فقد خاب وخسل بمعنى ذلك هذا الإنسان يخيل ويخسر ولا يكون من أهل الفلاح ولا من أهل النجاح طالما أنه فرط في صلاة إذن لن ينفعه في هذا الوقت لا عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة يعني حتى ما يمكن أن تكون يعني من أصحاب الأعمال والأموال ولكن برضو أنت من الخاسرين يعني لأن لن تعيش مهما كانك قوماتك المالية ربما تعيش في معيشة ضنك كما قال الله سبحانه وتعالى وإن انتبعه مداي فلا يظل ولا يشغل وإن أعرضه على ذكر فإن لن يعيشة ضنك حدث الرسول صلى الله عليه وسلم الموضح في هذا الأمر فقد خاب وخسر اللي هو عنده تفريط في موضوع الصلاة ومن أهم الأمور التي تعينك على الخشوع في الصلاة الاستعداد للصلاة والتهيئ لها الاستعداد للصلاة والتهيئ لها يعني الاستعداد للصلاة الاستعداد للصلاة يأتي من خلال مثلا إسباغ الوضوء من أخذ الزينة كما قال الله سبحانه وتعالى التبكير إلى الصلاة يعني طالما أنك ستأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتصلي فمن الأفضل ان إنسان يُبكر في المجيء إلى بيت الله عز وجل لأن التبكير إلى المج tile المجيء إلى المسجد مبكرا والجلوس فيها بالله سبحانه وتعالى قبل الإخدام أو قبل قامة الصلاة ده بيهيوك للدخول في الفريضة إنك إنت لو أتيت مثلاً والإمام يصلي أو أتيت في الرقعة الثانية وفي الرقعة الثالثة فبالتالي أنت دخلت في الصلاة وما زالت في زهنك أو ما زالت تفصح في أمور الحياة من حولك إنك إنت مش لست بالمكينة ولست بالآلة ومجرد أن ندخل المسجد حتتحول من التفكير في أمور الدنيا إلى التفكير في الأمور في أمور الصلاة وإذلك حس النبي صلى الله عليه وسلم على التهجير أو التفكير للصلاة وقال صلى الله عليه وسلم بمروان إمام البخاري ولو يعلمون ما في التهجير يعني التفكير للصلاة لاستبقوا إليه يعني كما أن الناس يتسابقون ويتنفسون في أمور دنيوية فلو يعلمون ما في التفكير للصلاة لاستبقوا إليه وفي نفس الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول فضيلة الصف الأول أتت من أنهم بكروا وجهوا بكرين فبالتالي أصبحوا من أهل الصف الأول لا يسلم معنى النوايات المتأخرا وبعدين يتقدم الصفوفات إلى الصف الأول يقول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا عليه يعني تسابقوا عليه ودخلوا بالاستهام أو بالقرآن وأيضا حينما تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى فأنت بتمشي بتؤدي بتؤدي وسكينة لأنك أنت قادم على الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة يعني حتى وأنت ماشي يعني جاي للصلاة أو ماشي للصلاة يعني حتى قبل الصلاة فعليكم بالسكينة يقول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعني شوف الإنسان بهية نفسه حتى قبل أنه يدخل إليه المسجد إذا أتيتم الصلاة فأتوها فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا طيب تخلت المسجد ويؤذن الأزان يبقى تردد كلمات الأذان خلف المؤزن كما نعلم ثم بتقول أذكار الوردة بعد الأزان والصلاة على رسول الله صلى الله وسلم والسؤال العز وجل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنمّ رب العديد والتام والصلاة القيمة فتردد حتى كلمات الأذان خلف المؤزن ده كله بيهيئوها بتقول لا بالمثابة تهيئة عارف أنت لما يعني بتهيئ نفسك لعمل ما فأنت بتهيئ نفسك للدخول في الصلاة وتردد كلمات الأذان خلف المؤزن وبعدين لما بينتهي المؤزن إذا كانت للصلاة سنة قبلية فبتصل للسنة التي قبل للصلاة تقول لا أيضا بالمثابة وبعدين بعد الانتهاء من السنة هذا الوقت اللي هو بين الأدان والإقامة كثير من الناس لأسهل بشديد بيتساهل فيه أو بيتغافل عنه تلاقيه مثلا جالس يتحدث مع مجواره يتحدث أو يمسك بهدفه ويفر في أشياء لا تسمن ولا تغنى من جوع إنما هذا الوقت من الأوقات المباركة هو الأوقات التي تستجف فيها الدعوة اللي هو الوقت الذي بين الأذان والإقامة وإذا كان القرص صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة يبقى إن كونك جالس في خضوع وسكون وهدوء وراحة بين الأذان والإقامة أنت في معية الله وتدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء معناها تضرع إنك أنت في حال تضرع السكوم مع الله عز وجل وبالتالي كلما سبت التهيئة النفسية والتهيئة الأوحانية للدخول في الإقبال والوقوف بين يدين الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر